السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معنا في فيديو جديد. هنتكلم فيه عن عملة. العملة دي قوية جدا يا شباب. قوية جدا 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 جدا. لو لسه ما عدمتش في العملة دي. الحق عدم فيها من دلوقت. وزي ما احنا متعودين اول فيديو بيبقى عبارة عن اه شرح للتسجيل في برنامج التعديل. وازي ان احنا نبدأ التعديم بتاعنا. وبعد كده في الفيديوهات الجاية بنجيب تفاصيل عن العملة. لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة. الحق دلوقتي اعمل وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت اشتركت في القناة ما تنساش اللايك وكومنت الجميل بتاعك. بالنسبة للعملة دي يا شباب هي عبارة عن عملة في مجال الويب سريك. وهي عبارة عن منصة للوظائف. زي كده. بتخش بتقدم على ان انت عندك خبرات معينة في وظيفة معينة. بتخش فيها بتسجل. واول ما بتقبل شغل جديد وبتكمله بيحسبك بعملة البوندكس. لك انت تخيل بقى عملة البوندكس ديت. اه قيمتها هتبقى عملة ازاي في السوق? العملة فعلا قوية يا شباب. الحق الفرصة ديت. لو كنت بدأت التعديم فيها فكمل معنا فيديوهاتنا. ان شاء الله هننزل تفاصيل مهمة. لو ما كنتش لسه عدنتي فيها فابدأ معنا ان شاء الله آآ يكون فيها الخير. حاسب لكم اللينك في الوصف بتاعي الفيديو. اول ما بنفتح اللينك بيحولنا على صفحة تحميل البرنامج. اول ما بنحمل البرنامج نفتحه بنروح نضغط على كلمة بيطلب مني الايميل والباسورد واعدت كتابة الباسورد وبعد كده بنضغط طيب يا شباب انا كده كتبت الايميل والباسورد واعدت كتابة الباسورد بضغط بعد كده على وبعد هنا اقول له ايم نوت اروبوت. بحل الكابوتشة بيقول لي هنا احدد علامات السير. زي ما احنا شايفين كده يا شباب. واقول له بعد كده لو انت ما كنتش سجلت من خلال اللينك بتكتب الكود ده. وبعد كده تقول له هنا بيشكرك ان انت سجلت في واقول له تاني. ونروح على الايميل بتاعنا بتوصلنا عليه رسالة تفعيل. بنفتح رسالة التفعيل كده ونضغط على اللينك ده. هنا بيقول لي يعني انت كده فعلت الايميل بتاعك. ارجع تاني على البرنامج. احط هنا الايميل والباسورد واضغط كده يا شباب سجل دخول معنا زي ما احنا شايفين كده. بضغط على بعد كده بيجيب لي يقول لي كمل البيانات دي. بختار هنا المهنة اللي انا شغال فيها او اي مهنة مش اه حتيفرق مسلا نختار والساب اندستري اختار مسلا واقول له بعد كده بيقول لي انت الوظيفة اللي انت شغال فيها دي فول تايم ولا برتايم ولا ايه بالزبط هقول له مسلا فول تايم واقول له هنا بيطلب منك بيقول لك اه انت بتملك اي عملات رقمية هقول له مسلا واقول له نكس. اقول لك في اي سنة انت اشتريت اول عملة رقمية. هقول له اي اه تاريخ واقول له نكس. بعد كده اقول له يس وبعد كده نكس. يقول لك انت عايز اه ايه العملة اللي انت تستلم بيها الارباح بتاعتك. هقول له مسلا واقول له بعد كده يقول له. طيب يا شباب هو كده بدأ معي التعدين. ده كان كده اه ممكن ان انت تجاوب فيه اي حاجة. اه عندنا هنا معدل التعدين واحد من مية عملة كل ساعة. ازاي ان احنا يا شباب نبدأ ان احنا نرفع من سرعة التعدين دي. اول حاجة عن طريق دعوة الاصدقاء. نخش على واعمل من هنا شير للينك بتاعي والكود بتاع الاحالة. او عن طريق ان انا نكمل البروفايل بتاعي او الملف الشخصي بتاعي. كل ما كمل حاجة في الملف الشخصي هيبدأ ان هو يديني اه سرعة اكتر. باضغط على العلامة اللي تحت دي. واضغط على اديد بروفايل. بيطلب هنا اول حاجة ان انا احط الصورة الشخصية بتاعتي. بحطها وكمان الانترو فيديو. ممكن ان انا نسجل فيديو بسيط كده. عشان يوضح ان انا آآ بشري. بعد كده بحط الاسم بتاعي والاسم الاخير. وكمان بحط المسمى الوظيفة بتاعي. طبعا هي منصة عن التوظيف. اكيد هنحط البيانات الحقيقية بتاعتنا. واعلم لو انا فعلا شغال في الوظيفة دي باتك على وحط هنا الجنس بتاعي سواء زكرة او انسة. ولو عايز احدد الموقع بتاعي بضغط على واحط الدولة بتاعتي وكمان المدينة بتاعتي. واكتب نبزة مختصرة عن السيرة الزاتية بتاعتي وبعدين اقول له بعد ما بنملى البيانات ديت لو رحنا على معدل التعديم بنلاقي زاد شوية. هكمل بعض البيانات دي وارجع لكم تاني. كده انا كملت البيانات بتاعتي هنا في البروفايل بتاعي يا شباب. زي ما احنا شايفين لو نلاحز هنا هنا زادت شوية. اول ما بكمل بقية البيانات بتوصل للاخر هنا وبص على معدل التعديم بلاقي زاد. الخطوة اللي بعد كده بضيف بتاعتي او الخبرات بتاعتي في المجال اللي انا شغال فيه او المجال اللي انا ضفته في البروفايل بتاعي بضغط على هنا. واتك بحط هنا المسمى الوظيفي بتاعي واسم الشركة وتاريخ بداية العمل ونهاية العمل وهل انا لسه شغال في الوظيفة دي ولا سبتها. لو انا شغال فيها بعلم علامة صحة هنا. وبعد كده بحط وصف للوظيفة بتاعتي. ولو فيه للشركة آآ موقع شخصي للشركة بحطه هنا. وبعد كده اضغط على كل الخبرات بتاعتنا نضيفها في الخانة دي. من خلال هنا نقدر ان انا نضيف آآ سيرة الزاتية بتاعتي آآ سواء بدي اف او وورد. وكمان بنقدر ان انا نضيف الدراسة بتاعتي لو ضغطت عليها هنا كده. بضغط اد هنا بقول مجال الدراسة واسم المكان اللي انا درست فيه سواء كلية او آآ جامعة. وهنا بداية العمل فيها ونهاية العمل. وهل انت لسه بتدرس ولا لأ? واقول له لو جينا ضغطنا على العلامة دي كده. بيقول لي هنا انت لازم ان تكمل البيانات ده هي اللي هي او الصورة الشخصية اللي احنا اتكلمنا عنها. وكمان ده طبعا موجود في البروفايل بتاعي وهي وكمان بتاعتي عرفت ازاي نضيف آآ خبرات العمل بتاعتنا وكمان عرفنا ازاي نضيف مجالات الدراسة. بس كده يا شباب هو ده كل اللي احنا نقدر نزوده في آآ البروفايل بتاعنا. بنكمل بياناتنا بنلاقي معدل التعديل وصل للاخر هنا. ولو جينا اربصنا على معدل التعديل بعد كده بنلاقي ان ده زاد بقى تمانية من مية عملة في الساعة. مع دعوة الاصدقاء طبعا كل صديق بتاخد عليه اتنين من مية. بس كده يا شباب هو ده كل اللي احنا نقدر نتكلم عليه في العملة بتاعتنا النهاردة. استنونا في فيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنتكلم عن تفاصيل اكتر عن العملة. والبرنامج لو احنا نزلناه هنلاقيه النسخة القديمة. التحديث بينزل على فترات يا شباب. آآ في تحديث جديد حينزل ان شاء الله. آآ انتظروا التحديث وانتظروا ان انا نعمل لكم فيديو عن طريق تسجيل الدخول لان الطريقة هتبقى مختلفة شوية. علشان تقدر ان انت تخش على الكونت بتاعك من غير اي مشاكل. بكده يا شباب نكون انتهينا من حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش كمان آآ تتابعونا على قناتنا على التليجرام. هننزل عليها العملة دي وعملة تانية كتير. بالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة